يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إذا طاف قوم يا أمير المؤمنين إذا طاف قوم بالمشاعر والصفة فقبرك ركني طائفا ومشاعري ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفى سنة ستمية وستة وخمسين للهجرة عبد الحميد المدائني البغدادي المعتزلي من أعلام المعتزلة ومن رموزها إذا نظرنا إلى كتبه المنثورة ومن أشهرها شرحه لنهج البلاغة فإن كتبه معتزلية بامتياس ولكن إذا نظرنا إلى أشعاره المنظومة فإنها شيعية بامتياس وإن قال في عينيته المشهورة التي من جملة أبياتها المشهورة جدا في الأوساط الشيعية يا برق إن جئت الغري فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع في هذه العينية يقول ابن أبي الحديد المعتزلي ورأيت دين الاعتزال وإنني يخاطب سيد الأوصياء ورأيت دين الاعتزال وإنني أهوى لأجلك كل من يتشيع في قصيدته الرائية الرائعة الرائقة أبيات جميلة يخاطب سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه إذا طاف قوم إذا طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرك ركني طائفا ومشاعري وإن ذخر الأقوام نسك عبادة فحبك أوفى عدتي وذخائري وإن صام ناس في الهواجر حسبة الحسبة هي القربة والهواجر إنها أيام القيضي الشديدة الحر وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أسنى من صيام الهواجر وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائري فوالله لا أقلعت عن لهو صبوتي صبوتي غرامي وعشقي وهيامي ولا سمع اللاحون اللاحون اللائمون العاذلون فوالله لا أقلعت عن لهو صبوتي ولا سمع اللاحون يوما معاذري إذا كنت للنيران في الحشر قاسما وإنك لكذلك يا أمير المؤمنين الذي لا يعتقد بهذا فإننا نترجه أن يسلم لنا على الوالدة ليش كانت هواي أحباب أحاديث أن عليا قسيم الجنة والنار موجودة في كتب السنة وفي كتب الشيعة إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري إذا طاف قوم يا أمير المؤمنين إذا طاف قوم بالمشاعر والصفة فقبرك ركني طائفا ومشاعري فذكرك فذكرك يا أمير المؤمنين فذكرك ركني طائفا ومشاعري وإن ذخر الأقوام نسك عبادة فحبك أوفا عدتي وذخائري وإن صام ناس في الهواجر حسبة فمدحك أسنى من صيام الهواجر وأعلم أني إن أطعت غوايتي فحبك أنسي في بطون الحفائري فوالله فوالله لا أقلعت عن له صبوتي ولا سمع اللاحون يوما معاذري إذا كنت إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري نصرتك في الدنيا يا أمير المؤمنين نصرتك في الدنيا وهو بتوفيقك يا سيد الأوصياء نصرتك في الدنيا نصرتك في الدنيا بما أستطيعه نصرتك في الدنيا والزهراء والزهراء شاهدة على ذلك نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي فكن شافعي يوم المعاد وناصري يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصرا سلام 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 على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فانوراما الظهور المهدوي الحلقة السادسة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العامنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية العبادة الذهبية لا رجعت فيه لا رجعت فيه إن كنت راغبا في إمامك حدثتكم في الحلقات الماضية عن أمثلة من الثقافة البترية الطوسية الحوزوية النجفية المرجعية القذرة لا أريد أن أعيد كلام هؤلاء البتريين الأرجاس وهم ينتقصون من شأن رسول الله وصديقة الكبرى إنهم ينكرون من سفاهتهم وسخفهم وانحطاطهم وسقوطهم وجهالتهم وغبائهم ينكرون الولاية التشريعية لمحمد وآهل محمد ومثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية الولاية التشريعية شأن من شؤون ولايتهم الإلهية الكلية المطلقة الولاية التشريعية تقع في حاشية 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 ولايتهم الإلهية الكلية المطلقة المحيطة بكل شيء آيات القرآن شاهدة على ذلك أحاديثهم رواياتهم زياراتهم أدعيتهم لست في مقام الخوض في هذا الموضوع تحدثت عنه مرارا وكرارا فيما سلف في برامجي المتنوعة وسأتحدث عن هذا الموضوع مرات ومرات في قادم الأيام إن وفقت لذلك هؤلاء ينشرون سمومهم وقمامتهم وقذارتهم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء هؤلاء يمثلون البرنامج الإبليسية الذي يسعى بكل جهد لتأخير ظهور إمام زماننا لأن إبليس يخشى ما يخشى يخشى أن يبدأ الوقت المعلوم الذي حدده الله سبحانه وتعالى له فإن الساعات الأولى من الوقت المعلوم ستبدأ مع الساعات الأولى من يوم الظهور الشريف ولهذا فإن إبليس بكل إمكانات دولته نحن في دولة إبليس منذ زمان أبينا آدم إلى يوم الظهور فنحن في دولة إبليس في جولة الباطل فإبليس يوظف كل إمكانات دولته على المستوى البشري وعلى المستوى المادي والمعنوي في كل ما يكون على هذه الأرض ويكون إبليس قادرا على التصرف فيه إنه يوظف كل ذلك لتأخير ظهور إمام زماننا ولذا فإنه اهتم اهتماما كبيرا بصناعته للبتريين ومر الحديث عن الصناعة الإبليسية الشيطانية بامتياز إنهم البتريون البتريون في النجف هذا المعنى يتجلى من موقفهم من ظهور إمام زماننا إن دين جدك في خير إنهم صنعوا دينا إبليسيا بديلا قدموه للناس فارجع من حيث جئت لا حاجة لنا بك هذا هو المنطق الذي يتكلمون به فهذا الأنوك القزم اللكع أسيحيق في جوابه على سؤال السائلي عن الولاية التشريعية للزهراء صلوات الله عليها هكذا أجاب بنفس هذا المنطق وهذا الجواب الذي أجاب به من أننا لم نعطي الولاية التشريعية لأبيها حتى نعطيها هي هذا منطق الحوزة الطوسية النجفية البترية القذرة النجسة أتحدث عن النجاسة المعنوية عن ضلالها فهي ضالة مضلة منذ أن أسسها ذلك الطوسي المشؤوم سنة 448 للهجرة لا أريد أن أتشعب في هذا الحديث إنما أريد أن أضع لقطة زهرائية بين أيديكم اللي يعجبة يعجبة والما يعجبة أنا ما راح أقول يطق راسه بالحياة لا يطق راسه بقندر عتيقة يطق راسه وراس الخلف بقندر عتيقة اللي يعجبة يعجبة والما يعجبة يطق راسه وراس الخلف بقندر عتيقة هذه ثقافة العترة الطاهرة هذا حديثهم وهذا قرآنهم مصادر ثقافة قناة القمار قرآن محمد وآل محمد بتفسيرهم وحديث محمد وآل محمد بتفهيمهم هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة إنها دستورنا العقائدي إنها القول البليغ الكامل نقرأ في هذه الزيارة الشريفة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي وذل كل شيء لكم وذل كل شيء لكم هذا القانون ليس فيه من استثناء الله فوقهم يد الله فوق أيديهم هم يد الله الباسطة قرأت عليكم في الحلقة الماضية من الزيارة السادسة من مجموعة الزيارات المطلقة التي ذكرها المحدث عباس القمي في مفاتيح الجنان نسلم على أمير المؤمنين في الزيارة المطلقة السادسة نسلم عليه من أنه يد الله الباسطة ويده الباسطة هذه اليد الباسطة ليس فوقها إلا يد الله يد الله فوق أيديهم وهذه اليد فوق كل شيء وذل كل شيء لكم التشريع شيء التشريع شيء إنه شأن من شؤون التكوين التشريع إنعكاس عن التكوين التشريع التشريع شيء إذا كان التكوين وهو الأصل قد ذل لهم فما قيمة التشريع الذي هو شأن من شؤون التكوين حينما نتحدث عن التشريعات ومن أنها تخفي في كواليسها الملاكات ما هي هذه الملاكات ملاكات التشريعات هي الخصائص التكوينية للأشياء والعلائق التكوينية بين الأشياء علاقة الإنسان بما حوله من التكوين وفقا لهذه العلائق والروابط والتأثيرات ما يصدر من تأثير من قبل الإنسان موجها إلى التكوينيات وما يصدر من التكوينيات من تأثير موجه إلى الإنسان ما بين هذا وهذا تنشأ الملاكات الشرعية ومن هنا يهدي التشريع التشريع شأن من شؤون التكوين إذا كان التكوين قد ذل لهم فما قيمة التشريع الولاية التشريعية لمحمد وآل محمد تقع في حاشية 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 ولايتهم الكلية الإلهية المطلقة وهذه العبارة تشير تشير إلى ولايتهم الإلهية الكلية المطلقة وذل كل شيء لكم العبارة العبارة واضحة وصريحة جدا ولا تحتاج إلى كثير جهد لفهمها ومعرفة مقصودها ذل كل شيء لكم لا يوجد شيء إلا وقد ذل له الله سبحانه وتعالى هو الذي أعزهم وهو الذي أذل الأشياء لهم والقرآن داخل في هذه القاعدة القرآن شيء القرآن شيء وذل كل شيء لكم ذل لهم كان دونهم فالقرآن مظهر من مظاهرهم المظاهر مراتبها أدون من الأصل ذو المظاهر هو الأصل المظاهر تجليات منه من ذي المظاهر فالمظاهر دون الأصل لأن المظاهر فروع والفروع دون الأصول وهذا منطق القرآن هذا ما هو منطقي هذا القرآن بين أيدينا إنها سورة الزخرف الله الله و الزخ ë الزخف الزخف çon والتي بعدها قرآن عربية لعلكم تعقلون هذا هو القرآن الذي نتحدث عنه إنه القرآن الذي يظهر بين أيدينا في هذا المصحف هذا هو الذي بين أيدينا من القرآن وهذا هو الذي نسميه قرآن أن يوجد شيء آخر نحن نسميه قرآن من غير هذا المصحف هذا هو المصحف والمصحف القرآن يتحدث عن نفسه إنا جعلناه قرآنا عربي قرآنا مقرؤا مجموعا ما بين الدفتين المقرؤ هو الذي يقرأ يتلى والذي يجمع حروف تكونت منها كلمات جمعت والكلمات تكونت منها آيات والآيات تكونت منها سور والسور والسور بمجموعها تكون منها مصحف وهذا هو القرآن الذي بين أيدينا ولا يوجد شيء آخر إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلوا هذا مظهر مظهر لفظي وإنما ظهر القرآن لنا بهذا المظهر اللفظي لأجل هذه الغاية لعلكم تعقلوا لعلكم تعقلوا دققوا النظر في الآية إنها واضحة جدا إن جعلناه قرآن عربي لماذا لعلكم تعقلوا الآية التي بعدها وإنه وإنه الضمير يعود على القرآن وإنه الضمير يعود على القرآن السياق يقتضي ذلك قواعد الأدب العربي تقتضي ذلك فإن الضمير يعود على الأقرب والمراد من الأقرب الموضوع الرئيس في الجملة السابقة الموضوع الرئيس في الجملة السابقة هو القرآن إن جعلناه قرآن عربي ماذا جاء في الآية التي بعد هذه الآية وإنه وإن القرآن وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا هو القرآن في أصله أما القرآن المصحف فهذا مظهر الآيات واضحة هذا مظهر لفظي بكلام العربي ظهر لنا بهذه الصورة لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الصورة واضحة أنا أخاطب الذين يقولون نحن شيعة ماذا تقرؤون في زيارات أمير المؤمنين حينما تذهبون لزيارة أمير المؤمنين هل تضحكون على أنفسكم أم تضحكون على أمير المؤمنين حينما تسلمون على سيد الأوصياء في الزيارة السادسة المطلقة وتخاطبونه بهذا الخطاب السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمُ الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمُ هذا المضمون يتردد في الزيارات والأدعية والروايات وهو من أوضح المعاني في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الزيارة السابعة أيضا في الزيارة المطلقة السابعة في مفاتيح الجنان نسلم على أمير المؤمنين السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه هذه خاصة بعلي السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي تخاطبون إمام زمانكم إذا كنتم تقرؤون دعاء الندب هل تضحكون على إمام زمانكم وأنتم تخاطبونه يبنى الصراط المستقيم علي الصراط المستقيم علي وهذا عنوان حقيقي بلسان الحقيقة هناك مجموعة الأسماء الحقيقية لعلي بن أبي طالب في أول سورة من سور القرآن يشرق هذا الاسم في سورة الفاتحة في مركزها في وسط سورة الفاتحة يشرق هذا الاسم الحقيقي ليس مجازا هذا اسم حقيقي لعلي بن أبي طالب لا يشاركه فيه أحد هو عنوان لمحمد وآل محمد لكن المقامات لها خصوصيات هذا العنوان بالأصالة لعلي بن أبي طالب هكذا نخاطب إمام زماننا يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكي زيارات الأئمة أدعية الأئمة أحاديث الأئمة تفسير الأئمة واضح في أن القرآن يتحدث عن علي عن أمير المؤمنين فهناك المظاهر وهناك ذو المظاهر إنا جعلناه قرآنا عربية هذا مظهر عملية جعل عملية الجعل هي عملية تجل عملية تمظهر إنا جعلناه جعلا هو ليس كذلك هذا مظهر الأصل هنا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي هذا هو الأصل أما هذا الجعل فهذا تجل ولذا في ثقافة العترة الطاهرة هذا الكتاب الصامت وعلي الكتاب الناطق هذا الكتاب الصامت والحجة ابن الحسن العسكري الكتاب الناطق هذا منطق القرآن أنا لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه الجهات الحلقة ليست مختصة ببيان هذا الموضوع إنما هي لقطة من ثقافة قناة القمر حتى تقارن بين الثقافة القذرة لمراجع النجف و كربلاء وبين ثقافة العترة الطاهرة التي تأتيكم عبر هذه الشاشة إنها ومضة خاطفة إنها لقطة عابرة و ذل كل شيء لكم مظاهرهم تذل لهم لأنها دونهم والقرآن من مظاهرهم و لذا ما من شيء إلا و هو داخل تحت هذه القاعدة و ذل كل شيء لكم الله هو الذي أراد هذا لهم من هنا أسجد الملائكة لأبينا آدم لماذا لأن شعاعا من نورهم قد أودعه الله في أبينا آدم فكان آدم بما هو آدم كان قبلة مادية كالكعبة أما القبلة المعنوية الحقيقية التي كان السجود باتجاهها و لها ذلك النور المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني المهدوي الذي أشرق في أبينا آدم آدم هكذا نقرأ في دعاء كميل هذا الدعاء تقرأه الشيعة دائما لكنهم لا يفقهون معناه وهناك توجيه من أصحاب العمائم للشيعة أن يقرأوا هذا الدعاء لا يوجد فيه شيء واضح تفهمه الشيعة يرتبط بمحمد وآل محمد لا يوجد تركيز على دعاء الندبة مثلا لأن الكلام واضح لا يوجد تركيز على دعاء شهر رجب وهو من جواهر الأدعية وجاءنا مرويا عن إمام زماننا صلوات الله عليه التركيز على دعاء كميل لأن الدعاء هذا نسج بطريقة لا يوجد في ظاهر الألفاظ ما يشير إلى محمد وآل محمد مع أن حقائق الدعاء من أول حرف إلى آخر حرف في هذا الدعاء تدور مدار محمد وآل محمد نقرأ في هذا الدعاء اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء السياق واحد بخصوص الرحمة بخصوص القوة بخصوص كل التفاصيل التي مر ذكرها وسيأتي ذكرها وذل لها كل شيء ما هو الفارق بين هذه العبارة وبين ما جاء في الزيارة الجامعة الكريمية كبيرة وذل كل شيء لكم ويستمر الدعاء إلى أن يقول وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء المضمون المضمون نفسه الذي نقرأه في دعاء شهر رجب الذي وردنا عن الناحية المقدسة فبهم بمحمد وآل محمد فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت وبأسمائك وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء ماذا نقرأ في دعاء البهاء من أدعية السحر في شهر رمضان اللهم إني أسألك من نورك بأنوره الحديث ليس عن ذات الله فذات الله ليست مركبة الكلام هنا عن أنور النور وعن مراتب النور هذه مراتب هذه مراتب المخلوقات لكن الدعاء يتحدث عن أعظم المخلوقات عن أنور النور إنها الحقيقة المحمدية المتجلية في عالمنا الأرض في محمد وآل محمد الذين هم وجه الله بين أظهرنا وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء في دعاء كميل كل دعاء كميل يدور في كل عبائره مدار محمد وآل محمد لكن البتريين في النجاف يعلمون الشيعة أن يقرؤوه بإسلوب التوهم مثل ما يعلمونهم العبادة بإسلوب التوهم أئمتنا يقولون صلوات الله عليهم من عبد الله بالتوهم فقد كفر عبادة الشيعة الآن عبادة بالتوهم يقفون للصلاة وهم لا علاقة لهم بمحمد وآل محمد يختمون صلاتهم بالسلام على النبي يسلمون على أنفسهم ولا يسلمون على أهل محمد يتشهدون تشهد أبتر يذكرون الشهادة الأولى والثانية فقط ويعتقدون بحسب فتاوى البتريين من مراجعهم في النجاف أن الشهادة الثالثة أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير من الصلاة يبطل الصلاة يقفون باتجاه الكعبة وهم يتوهمون الله الأئمة يقولون من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم يعني الإمام المعصوم فقد كفر ومن عبد رسول الله ومن عبد أمير المؤمنين فقد كفر من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الإسم من عبد الإمام المعصوم فقد كفر ومن عبد الإسم والمعنى الإسم والمسمى فقد أشرك المسمى الذات الأولى إنه الأول بلا أولية والآخر بلا آخرية الذي كان ولم يكن معه شيء لم تكن هناك حقيقة محمدية لم يكن هناك شيء كان ولم يكن معه شيء وهذا المقام ثابت لله حتى بعد أن خلق الحقيقة المحمدية فإن الله كان ولم يكن معه شيء ولا زال الله وليس معه شيء هذا مقام العلوهية الذي لا يشاركه فيه أحد أما مقام الحقيقة المحمدية فهي من تجليات الخالقية الإلهية هذا شأن آخر هذا مقام آخر لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه المطالب يمكنكم أن تعود إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تطلع على حقيقة التوحيد بحسب ثقافة العترة الطاهرة بعيدا عن توحيد مراجع النجف الذي هو توحيد المعتزلة توحيد مراجع النجف لا علاقة له بتوحيد العترة الطاهرة إنه توحيد المعتزلة اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله مراتب النور لا تتعلق بذات الله لأن الذات الإلهية ليس فيها من مراتب إذا قلنا بأن الدعاء هذا يرتبط بالذات الإلهية جعلنا الذات الإلهية مركبة وهذا يعني أن الله يحتاج إلى اجتماع أجزائه لأن المركبة يتألف من أجزاء فهذا الدعاء يتحدث عن مراتب المراتب ما هي من شأن الذات الأولى المراتب من شأن تجلياته من شأن مظاهره من شأن مخلوقاته اللهم إني أسألك من نورك بأنوره أنور نوره الحقيقة المحمدية العظمى التي تتجلى في أنور نورها في محمد وآل محمد بين أظهرنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الدعاء هو هو ماذا يقول اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزة اللهم إني أسألك بعزتك كلها أعز العزة هذا المعنى تجلى في الحقيقة المحمدية العظمى ومنها تجلى في محمد وآل محمد ولذا ذل كل شيء لهم لأن أعز العزة من عزة الله سبحانه وتعالى التي تجلت في مخلوقاته ظهرت فيهم من هنا ذل لهم كل شيء التشريع شيء القرآن شيء القرآن من مظاهرهم ولذا فإن مقام القرآن المصحف دون مقاماتهم الذاتية دون مقاماتهم الذاتية بالكثير من المراتب لا يمكن المقايسة بين مقاماتهم الذاتية وبين مظاهرهم التي من جملتها القرآن آيات الكتاب صريحة في ذلك وواضحة جدا وضربت لكم مثالا منها ما جاء في الآية الثالثة ورابعة بعد البسملة من سورة الزخرف لو كنت في مقام التفصيل والتطويل لأخذتكم في جولة في آيات الكتاب الكريم بخصوص هذا الموضوع المضامين واضحة واضحة لكن هؤلاء لا يتذوقون هذه الحقائق ولا يعرفونها أساسا ومن يكذافم مر مريض هؤلاء هذا حالهم يجد مر به الماء الزلالة المشكلة ليست في الماء الزلال المشكلة في الفم المريض ومن يكذافم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة المشكلة في عقول هؤلاء في قلوب هؤلاء يملكون عقولا مستدبرة وقلوبا مريضة لماذا لأنها قد أنشئت وركبت على منهج مستدبر قذر هؤلاء عقولهم قميئة ودنيئة وقذرة وقلوبهم كذلك لأنهم نشأوا على منهج القمامة الطوسية والقذارة البترية جعل اللسان على الفؤاد دليلا ما يخرج على ألسنتهم هو شيء قليل مثلما يقول أمير المؤمنين ما في الجنان ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان ما يتحدثون به للناس ليس كالقذارة والقمامة التي في عقولهم وقلوبهم والتي يفرغون بعضها في كتبهم وفي دروسهم ولخواصهم هذا هو الفارق بين الثقافة البترية التي تأخذونها من فضائيات مراجع النجاة وكربلا من الفضائيات السستانية الشرازية ومن سائر الفضائيات الأخرى وبين الثقافة التي تأخذونها من قناة القمار وهذا ما هو بإدعاء بإمكانكم أن تتابعوا القنوات وأن تقارنوا فيما بينها وأن تصلوا إلى النتيجة عبر احترامكم لعقولكم فهل تبقون بتريين أم أنكم تنتفضون على واقعكم أتحدث عن انتفاضة عقلية لا أتحدث عن انتفاضة في الشارع أتحدث عن انتفاضة قلبية عن تصحيح للعقائد وعن تغيير للمسار البتري إلى المسار الزهرائي المهدوي نذهب إلى فاصل السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والموجزات الغاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في مهكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على اسم الله الحلقات المتقدمة الحلقات من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة سأذكركم بمضامينها بنحو إجمالي الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج كانت حلقة تعريفية بالبرنامج من الحلقة الثانية إلى هذه الساعة إلى الحلقة السادسة بعد العاشرة كل الذي تقدم يمثل إطارا عاما ل فانوراما الظهور حدثتكم عن مرحلة الإرهاصات وبنحو وجيز حدثتكم عن مرحلة العلامات الحتمية وبنحو وجيز أيضا وحدثتكم عن مرحلة مقدمات الظهور وبنحو وجيز أيضا ثم نقلت الحديث إلى موضوع صناعة الزهرائيين وصناعة البتريين هذا الموضوع حساس جدا يرتبط بعلاقتنا بإمام زماننا إن كان ذلك في زمان الغيبة أو كان ذلك في زمان الظهور خدمتنا لإمام زماننا تمهيدنا للمشروع المهدوي الأعظم يرتبط ارتباطا مفصليا بمعرفة هذه الحقائق التي حدثتكم عنها فيما يختص بالزهرائيين والبتريين وقد أطلت في الحديث عن البتريين لأننا لن نكون زهرائيين ما لم نعرف البتريين على حقيقتهم وبعد ذلك نتبرأ من دينهم ومنهجهم وبتريتهم اللعينة منطق علي أمير المؤمنين الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هكذا يقول من أنكم لن تعرف الرشد ولن للنفي التأبيدي من أنكم لن تعرف الرشد أبدا لن تصلوا إلى الحقيقة لن تعرف الرشد حتى تعرف الذي ترك فإذا أردنا أن نكون زهرائيين مهدويين علينا أن نعرف البتريين من هم في ماضي الزمان في حاضر الزمان وفي قادم الزمان من هم البتريون ما هي حقيقتهم ما علاقتهم بإمام زماننا من الذي صنعهم ما هي عقائدهم وأن نشخص الثقافة الزهرائية بإسلوب واضح وأن نشخص الثقافة البترية القذرة بإسلوب واضح أيضا وهذا ما أقوم به دائما فإنني أضع النقاط على الحروف بخصوص الأشخاص وبخصوص أفكارهم وعقائدهم حين أحدثكم عن المراجع الطوسيين البتريين اللعنة من مراجع النجفي وكربلة أحدثكم من دون مجاملات ومن دون مصانعات ومن دون أن أوفر أحدا من البتريين أعتقد أن الحقائق باتت واضحة للذين يريدون أن يعرفوا الحقائق كل شيء قد وضعته بين أيديكم لا أتحدث عن هذا البرنامج فقط إنما أتحدث عن برامج الكثيرة السابقة وهذا البرنامج في نفس السياق وفي نفس الاتجاه إلى هنا فإنني أكون قد أتممت الحديث والكلام في إطار بانوراما الظهور المهدوي هذا يعني من أنني سأبدأ الحديث عن مركز بانوراما الظهور المهدوي ولذا فإنني سأضع بين أيديكم تلخيصا عاما لما سيكون الحديث عنه فيما يرتبط بمرحلة الظهور مركز البانوراما نوراما البرنامج قلبه مركزه هو هذا الذي سيأتينا في الحلقات القادمة نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم يا علي يا علي يا علي نشيتك حكمة وإحنا بالحكمة تدينا واشرعي تناجي الإمامة وإحنا على المنهج مشينا انفرشة حجور الولاية وضيها على الفطرة رضينا من شاعة قال وضلى أمواليك يا عقد الولا واللي ضدك ضدنا والأمان هم حققين تدرينا ما نغتل تدرينا إن شاء الله ما نغتل حيين ما يشي تحضرنا تدرينا ما نغتل تدرينا منك إليك مؤجنات بالآخر وعزين يا حسن يا بلحة سأل كلمتين كلمتين جاوب لي يا خطع عني ما بيطال لي يا بلحة أنا بي سأل بالآخر بالآخر وعزين أموالي خطع سأل يا بلحة وعزين يا بلحة الصغر كتبت عدة نقاط أحاول أن أضع بين أيديكم خلاصة وجيزة لمرحلة الظهور ولو في حدود العناوين كي تمتلكون فكرة عن هذا الموضوع في البداية أقول أولا مرحلة الظهور هي الأهم من كل ما تقدم من حديث في هذا البرنامج وكل الذي تقدم في الحلقات الماضية بمثابة مقدمة لمرحلة الظهور الشيعة لا يهتمون بهذا الموضوع الشيعة على طول الخط إنني أتحدث عن الشيعة الطوسيين فليس هناك من شيعة زهرائيين حتى الذين يقولون من أننا زهرائيون أنا وغيري فإن عقولهم ركبت من البداية على المنهج البتري القذر وقد ورثنا هذا عن آبائنا وأجدادنا البتريين على أي حال مشكلة الشيعة على طول الخط في ترتيب قائمة الأولويات مرحلة الظهور هي الأهم المراحل المتقدمة التي حدثتكم عنها الإرهاصات العلامات الحتمية مقدمات الظهور سائر التفاصيل الأخرى هي دون مرحلة الظهور في الأهمية لأن مرحلة الظهور هي الأمل وهي المقصد وهي الغاية إذا أردنا أن نقايشها مع الذي تقدم من الكلام النقطة الثانية هناك الكثير من المعطيات من النصوص بين أيدينا أنا لا أتحدث عن كل ما جاء في الكتب مذكورا بخصوص هذه المرحلة إنني أحدثكم عن ثقافة العترة الطاهرة فقط إنني أتحدث عن قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وفقط وفقط هناك الكثير من المعطيات بين أيدينا بعضها جاء مجملا وبعضها جاء مفصلا الأحداث والوقائع التي ذكرت إن كانت قد ذكرت بنحو الإجمال أو بنحو التفصيل تقع تحت سلطة القوانين التي حدثتكم عنها سابقا كقانون البداء وسائر القوانين الأخرى التي مر ذكرها في الحلقات الأولى من هذا البرنامج هناك مجموعة من القوانين حدثتكم عنها وقلت من أن الوقائع والأحداث في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية وفي مرحلة مقدمات الظهور تقع في مساحة تلك القوانين الأمر هو هو فإن الأحداث والوقائعة التي تقع في مرحلة الظهور أيضا ستكون واقعة في مساحة سلطة تلك القوانين لكن القوانين هذه في مرحلة الظهور ستجري بنحو يختلف اختلافا كبيرا عما كانت عليه في المراحل المتقدمة الظروف الموضوعية ستكون متغيرة ومن هنا فإن القوانين هذه ستتغير أيضا بحسب التغيرات الموجودة والحاصلة على أرض الواقع النقطة الثالثة المعطيات التي عندنا الأحاديث والروايات منها ما يمثل معطيات لكتابة تأريخ مستقبلي التأريخ ليس خاصا بالماضي يمكننا أن نؤرخ للماضي ويمكننا أن نؤرخ للحاضر ويمكننا أن نؤرخ للمستقبل التأريخ هو رصد الأحداث والوقائع وضبطها وفقا للتقويم الزماني فقد يكون التقويم الزماني للماضي وقد يكون للحاضر وقد يكون للمستقبل وإن كان الشائع من أن التأريخ يكون للماضي لسبب أن الأحداث قد وقعت فمن السهل أن تكتب ومن السهل أن تسجل أحداث الحاضر يخاف الناس من أن يثبتوها في الكتب يخاف يخافون من نشرها وتدوينها وإلا فإن التأريخ ليس منحصرا بالماضي التأريخ كما قلت لكم هو رصد الأحداث والوقائع وضبطها وفقا للتقويم الزماني قد يكون هذا للماضي وقد يكون للحاضر وقد يكون للمستقبل أضرب لكم أمثلة من عنوين بعض الكتب الجزء الثالث من موسوعة الإمام المهدي لمحمد الصدر ما هو عنوان الجزء الثالث تأريخ ما بعد الظهور إنه تأريخ للمستقبل هناك مؤرخ عراقي معاصر عبد المجيد القيسي كتب كتابا في تأريخ العراق الحديث عنوانه التأريخ يكتب غدا أتذكر أنني قرأت في بداية الثمانينات ترجمة لنبوآت نوسر دامس إنه المتنبع الفرنسي المشهور كتابه القرون في التنبؤات قرأت قرأت ترجمة عربية له عنوان الترجمة حدث غدا أتذكر هذا في الثمانينات وربما بعدها حدث غدا التأريخ التأريخ يكتب غدا تأريخ ما بعد الظهور هذه العناوين تخبرنا عن تأريخ مستقبلي التأريخ يمكن أن يكون للماضي ويمكن أن يكون للحاضر ويمكن أن يكون للمستقبل على أي حال المعطيات المتوفرة لدينا منها ما نستطيع أن نشكل من خلالها تأريخا مستقبليا للوقائع التي ستقع في قادم الأيام ومنها ما يمكننا أن نرسم من خلالها صورة تخبرنا عن التغير الهائلي للحياة على وجه الأرض فالمعطيات على نحوين منها ما يرتبط بتأريخ مستقبلي للملاحم والفتن والوقائع والأحداث العسكرية والسياسية والمجتمعية والعقائدية الدينية ومنها ما يرتبط بتغير وجه الحياة وأساليب الإنسان فيما يجري حوله وفيما يرتبط بشؤون حياته اليومية قطعاً كل ذلك سيكون بنحو إجمالي وتقريبي لأننا لا نمتلك كل المعطيات وبعيد جداً وبعيد جداً أننا نستطيع أن نحيط علماً بكل المعطيات لأن التغير القادم تغير كبير جداً وهناك الكثير من الحقائق لو أن الأئمة كانوا قد حدثوا الشيعة بها لما استطاع أحد أن يفهمها أو أن يحيط بها علماً النقطة الرابعة سيكون حديثي في هذا البرنامج عن مرحلة الظهور في مسارين المسار الأول يمثل رصداً لأهم الأحداث والوقائع وكأنني أحدثكم عن تأريخ مستقبلي قطعاً سأحدثكم عن أهم الوقائع والأحداث والمجريات هذا المسار الأول المسار الثاني سأحدثكم عن التغير الهائلي الذي سيطال وجه الحياة هذان المساران لا وجود لهما على أرض الواقع الحياة ستتحرك في مسار واحد والأحداث ستكون متداخلة من الجهة الزمانية والمكانية مثلما تجري الأمور في حياتنا اليوم لكن التغير سيطال كل شيء إنما أجعل حديثي في مسارين هذا أمر اعتباري أمر فني سيطال يرتبط يرتبط بحرفية البحث لأجل تسهيل المطالب على المتلقي وإلا فإن المسار مسار واحد وهذه الأمور التي ترتبط بالأحداث والوقائع والملاحم وكذلك ما يجري من تطور في الحياة وتغير شامل في كل شؤونها هذه الأمور ستكون متداخلة زمانا ومكانا مثلما تجري الأمور في حياتنا اليوم هناك مسار واحد للحياة وفي هذا المسار هناك اتجاهات مختلفة كثيرة لكنها تتداخل فيما بينها زمانا ومكانا بحسب كل واقعة أو بحسب كل شأن من شؤون التغير والتطور في أمور الحياة نذهب إلى فاصل فهرسة سريعة للموضوعات التي سأتناولها في الحلقات القادمة فيما يرتبط بالمسار الأول والذي هو المسار التاريخي المستقبلي سيكون الحديث عن الظهور في مكة هناك وقائع اليوم الأول وهناك الحديث عن الخسف عن الخسف بجيش السفياني وهناك الحديث عن بني شيبة أحداث مكة أحداث مكة حينما يكون الإمام فيها وبعد أن يخرج منها فهناك أحداث ستقع في مكة كذلك سأحدثكم عن المدينة عن مدينة النبي صلى الله عليه وآله وأبرز ما يجري في المدينة فتنة المدينة فتنة المدينة حينما يخرج إمام زماننا أبا بكر وعمر جسدين طريين من قبريهما فتنة المدينة وسيكون حديث عن قرقيسيا إنها واقعة قرقيسيا سأحدثكم أيضا عن المحاكمة العالمية وعن المناقشة العالمية لأن إمامنا سيجمع علماء العالم كي يناقشهم علماء الأديان وغيره وهناك محاكمة عالمية لما مضى في تأريخ هذه الأمة هذا كلام مفصل سيأتي في حينه الطريق إلى العراق ومجريات الطريق إلى العراق الوصول إلى العراق البتريون الخوارج هذه مجموعة أخرى هناك البتريون اللعناء وهم مراجع النجف وكربلة وهناك الخوارج مجموعة أخرى الكوفة وما يجري فيها الكثير من التفاصيل الشام وتحديدا سوريا حيث السفياني يوم الأبدال مصير السفياني المسير إلى فلسطين شأن اليهود عيسى المسيح سائر التفاصيل الأخرى مصر موقع مصر في البرنامج المهدوي وضمنا يأتي الكلام عن علاقة مصر عن علاقة المصريين بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحديث الحديث أيضا عن المدينة الكبرى إنها المدينة التي تمتلك أعلى سلطة في العالم سيكون الحديث عنها وهناك التفاصيل الصغيرة التي سيأتي ذكرها ضمن هذه العناوين قطعا هذه العناوين هي العناوين الأهم أنا لا أستطيع أن أتناول كل ما ذكر في الروايات والأحاديث فهذا سيضطرني أن أجعل البرنامج طويلا وطويلا جدا وأنا لا أريد أن أفعل ذلك لا أريد أن أفعل ذلك لأمرين الأمر الأول كي يكون المتابع قادرا على أن يتابع البرنامج بسهولة والأمر الثاني لست بمزاج صحي مناسب إذن هذه العناوين التي سأعرضها بين أيديكم في المسار الأول وتلاحظون أن العناوين تشكل خارطة تأريخية لواقع مستقبلي حاولت أن أرتبها ضمن تقويم زماني مناسب كل هذا بنحو تقريبي وكل البيان سيكون إجماليا لأنني لا أستطيع أن أفصل في كل الشيء إلا أنني سأعرض لكم بانوراما مثلما عنونت البرنامج إنها بانوراما الظهور المهدوي نذهب إلى فاصل اليوم أركان الهدى قد هدم اليوم شمل المسلمين موزعوا اليوم قد قتل ابن عم المصطفى اليوم قد قتل ابن عم المصطفى اليوم قد قتل الوصي الأنزع لم أنس زينب الله يساعد السيدة شلون المصباح اليوم لم أنس زينب مذرأته وجسمه من فيض مفرقه الشريف ملفع سوت فغدت تخضي بشار ويلي بشت زينب بشت زينب ودمع العين دمسال وصاحت بصوت يصد يصد على جبال يريف اليتامة يا علي أبو يريف اليتامة البيك الأمسال بعيد البلاء من الدار تنشار يا ببعيد البلاء من الدار تنشار بو ومو حشم كانت يظه الهلا تم الكلام بنحو سريع وموجز في المسار الأول المسار الثاني المسار الثاني الذي سأعرض فيه المعطيات التي تخبرنا عن تغير واقع الحياة سأحدثكم عن برنامج إمامنا في إصلاح الوضع الإنساني تجفيف منابع المعصية هذا هو برنامج الإمام يجفف منابع المعصية إنه سيبعث الأمن في النفوس يقضي على الخوف 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 من الظلم الخوف من المستقبل المجهول الخوف من ضياع الحقوق والفرص هذا هو الخوف الذي يشغل الناس وهذا الخوف من أهم العوامل التي تدفع الناس لارتكاب الجرائم ولارتكاب المعاصي وللانتحار في بعض الأحيان وللفرار وللإصابة بالأمراض النفسية إلى قائمة طويلة من هذه الآثار الإمام سيقضي على هذا الخوف هذه هي منابع المعصية سيقوم الإمام بتشفيفها سيفتح أبواب الحرية للناس الخوف والهاجس من تضييق الحرية هو الآخر يكون منبعا من منابع الجريمة والمعصية الحرية على مستوى السفر الحرية على مستوى الانتقال الانتقال لأي سبب من الأسباب الحرية في السكن والعمل والكلام وبيان الرأي هذه مشاكل البشرية التي يعاني الناس منها ما يعانون الفقر الإمام سيجفف هذا المنبع سأحدثكم في هذا الموضوع أنا هنا أعرض العناوين هذه منابع المعصية الخوف تضييق الحريات الفقر صعوبة الحياة ستكون الحياة مرفهة ستكون الحياة سهلة تتوفر فيها الأسباب التي يحتاجها الإنسان كي يعيش كريما منحما آمنا في بيته وطريقه وعمله المشكلة الجنسية مشكلة الجنس هذا الهاجس الذي يسبب الكثير من الجرائم والمعاصي وتفكيك الأسر وتهديم المجتمعات وانتشار الأمراض الجسمية والنفسية القضاء على البرنامج الإبليسي هذه هي منابع المعصية الجهل تشفيف هذا المنبع عبر تطوير العقل ونشر العلم إيجاد الفسحة الغيبية كي يتسامى الناس بالتواصل مع الغيب وذلك من خلال إغلاق باب الإدبار النفسي الإدبار والجفاء والغلظة هذه العناوين لها أسبابها حينما تجفف المنابع التي تكون هذه العناوين فإن الإنسان ستتحقق له الفسحة الغيبية هذا هو برنامج إمام زماننا في إصلاح الواقع الإنساني عبر تشفيف منابع المعصية عبر تشفيف منابع الجريمة سأحدثكم عن الكتاب الجديد عن الأمر الجديد عن المثال المستأنف هذه العناوين التي تحدثت عنها أحاديث الثقافة المهدوية العقل الحكمة العلم الأخلاق اللغة الآداب والفنون هذه العناوين ستكون حاضرة ومن أول يوم في البرنامج المهدوي هذا ما هو بشيء أتخيله الروايات والنصوص والأحاديث هي التي أخبرتنا عن ذلك العقل الحكمة العلم الأخلاق اللغة الأخلاق والأخلاق والأخلاق الآداب من دون أن تكون هذه العناوين حاكمة في واقع الحياة رابعا سأحدثكم عن الصحة عن صحة الإنسان وهذا موضوع يرتبط بالبيئة أيضا عن الصحة وعن طبائع الأشياء والحيوانات ستتغير هذه الطبائع حتى ورد في أحاديثهم من أن الناس سيستغنون بنور الإمام عن نور الشمس خروج الكنوز الكنوز العظيمة في باطن الأرض النفط لا يمثل شيئا بالقياس للكنوز التي سيخرجها الإمام من باطن الأرض هذا الذي يعبر عنه بالذهب الأسود النفط الذي عليه مدار الحياة في العالم الآن سوف لا يكون شيئا بالقياس إلى الكنوز التي سيخرجها الإمام من باطن الأرض التغير الهائل الذي سيكون في الطقس والمناخ وفي سائر شؤون الأرض عنوان آخر الرجال الفائقون والنساء الفائقات والطبيعة الفائقة هذا العنوان الشائع في زماننا سوبرمان سيكون العنوان سوبرهيومن هناك رجال فائقون وهناك نساء فائقات وهناك طبيعة فائقة العنوان السادس سأحدثكم عن الفضاء عن العوالم الأخرى في الزمن المهدوي سأحدثكم عن الملأ الأعلى وعن الملائكة وما هو موقع الملائكة في الزمن المهدوي هذا الكلام عن الفضاء وعن الملأ الأعلى سيقودنا للحديث عن تغير الزمان وإذا ما تغير الزمان فإن الكثير من شؤون الحياة سيتغير سأحدثكم عن التقنيات المتطورة جدا سأحدثكم عن رجعة الحسين لأنها ستكون في العصر المهدوي أتحدث عن مقدمات الرجعة الحسينية وسأحدثكم عن المهديين الاثني عشر فكل هذا يمثل جزءا من مرحلة الظهور وسأكون مضطرا للحديث عن الرجعتين عن الرجعة العجيبة والرجعة العظيمة بنحو إجمالي الرجعة العجيبة من شؤون مرحلة الظهور لكن الرجعة العظيمة مرحلة ستكون بداياتها عند نهاية العصر القائمي سأحدثكم عن منظومة العلاقات فيما بين الإنسان والحيوانات فيما بين الإنسان والطبيعة فيما بين الإنسان والإنسان فيما بين الإنسان وسائر دواب السماء هناك دواب في الأرض وهناك دواب في السماء سأحدثكم عن الملائكة الملائكة ليسوا جزءا من دواب السماء دواب السماء كائنات أعدادها هائلة جدا أمم شعوب أصناف من المخلوقات تعيش في هذا الفضاء الواسع سأحدثكم عن العلاقة بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه زبدة الكلام من كل ذلك زبدة الكلام حول مرحلة الظهور زبدة الكلام حول مرحلة الظهور إنها تطبيق لبرنامج الخلافة الإلهية في الأرض هذه هي مرحلة الظهور قطعا هي بداية التطبيق التطبيق الأكمل والأتم سيكون في زمان الدولة المحمدية العظمى التي ستتحقق في آخر عصر الرجعة العظيمة كل هذه العناوين كل هذه المعطيات وكل التفاصيل التي سأردها لكم تشكل جانبا من الحقيقة الكاملة الحقيقة الكاملة ليست بأيدينا لكننا نستطيع من خلال هذه المعطيات أن نتحسس على البعد وأن نتلمس على البعد ظلال الحقيقة الكاملة نذهب إلى فاصل إنني قد لخصت لكم ما يرتبط بمرحلة الظهور في هذه البانوراما التي يتناولها هذا البرنامج لخصت ذلك لكم قلت ربما هناك كثيرون منكم لا يملكون اطلاعا على هذه العناوين وعلى هذه المفردات ولم يكونوا قد سمعوا بها وقد لا يجدون وقتا كافيا كي يتابعوا الحلقات المتبقية من هذا البرنامج التي ستجتمل على هذه الموضوعات أتمنى عليكم أمرين الأمر الأول أن تدرك أهمية معرفة مرحلة الظهور والأمر الثاني أن تقارن بين ثقافة قناة القمار وثقافة البترية الأمر ليس متعلقا بشخصي المشكلة ليست معي المشكلة مع ثقافة العترة الطاهرة عليكم أن تميز بين ثقافة العترة الطاهرة والثقافة البترية القذرة التي هي ثقافة مراجع حوزة النجف وكربل أذكر نفسي وأذكركم في آخر الحلقة وقد أوشكت الحلقة على النهاية أذكر نفسي وأذكركم هذه الليالي ليالي القدر في رواياتنا وأحاديثنا من أن الذي يوفق لليلة القدر هو الذي يكون موفقا لمعرفة فاطمة صلوات الله عليها هذا الكلام بحاجة إلى شرح وبيان بنحو موجز بنحو موجز ومن الآخر يوم القدر هو اليوم الأول من سنة محمد وآل محمد من سنة إمام زماننا السنة الخاصة بإمام زماننا تبدأ من اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان من هنا تبدأ سنة إمام زماننا في ليلة ذلك اليوم يكون التقدير وحتى في اليوم الأول يمكن للإنسان أن يدرك الشيء الذي ما أدركه في ليلة القدر أن يدركه في يوم القدر إن لم ندرك ما أردنا إدراكه في ليلة الثالث والعشرين يمكننا أن ندرك ذلك في اليوم الثالث والعشرين إن لم تكن يا أيها الشيعي عارفا بأن فاطمة إمام وأحد أئمة الثلاثة لن تكون لن تكون مدركان لفضيلة ليلة القدر لن يضحكون عليك بأن تقضي صلواتك في ليلة القدر أو أن تطيل الأنين بقراءة الأدعية والقرآن هذه أمور ممدوحة لكن لا قيمة لها إن لم تكن عارفا بأن الزهراء إمامك بأن الزهراء أحد أئمة الأئمة الثلاثة محمد وعلي وفاطمة الزهراء إمام حجة مطلقة لها الولاية الإلهية الكلية المطلقة لكما يتحدث هؤلاء البتريون اللعناء أدركوا أنفسكم في هذه الليالي إذا كنتم في شك من هذه العقيدة عودوا إلى برامج المختصة بهذا الموضوع وانتفعوا منها لا لأنها برامج لأنها حقائق ثقافة العترة الطاهرة معرفة فاطمة بوابتها من هنا أن نعتقد بإمامتها المطلقة بحجيتها المطلقة بولايتها الإلهية الكلية المطلقة فإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها لا يضحكون عليكم أصحاب العمائم يقولون لكم من أن الأحاديث وردت في الوالدين أيضا بأن الله يرضى لرضاهما ويغضب لغضبهما وبأن الأحاديث وردت في أناس آخرين هذا ضحك على الذقون هذه الأحاديث وردت لكنها بحسب الوالدين إذا وردت بخصوص الأنصار في المدينة بحسب الأنصار ما هم الأنصار ارتدوا بعد ذلك وارتداد المسلمين مثبت في كتب الشيعة والسنة في صحيح البخاري ومسلم من أن الصحابة رجعوا القهقر إلى جاهليتهم هذا موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الحديث عن فاطمة حينما تأتي الأحاديث بأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها بحسب فاطمة والحديث عن الوالدين بحسب الوالدين والحديث عن الأنصار وعن آخرين بحسبه فاطمة هي القيمة على الدين وعلى أهل الدين وذلك دين القيمة التعبير القرآني واضح في سورة البينة وذلك دين القيمة القيمة فاطمة صلوات الله عليها تريدون أن تدرك فضل ليلة القادر البداية من هنا وبعد ذلك توجه إلى العبادات والأدعية والتلاوات وأفضل أعمال ليلة القادر طلبوا المعرفة طلبوا معرفة إمام زماننا أفضل أعمال ليلة القادر زيارة الحسين أدعية الفرج وبشكل خاص الدعاء الذي تعرفونه اللهم كل وليك الحجة بن الحسن الدعاء المعروف والذي يقرأ يوميا بعد الأذان في قناة القمر قراءة سورة القادر هناك قائمة طويلة من الأعمال والعبادات يمكنكم أن تجدوها في مفاتيح الجنان وفي الكتب المختصة بهذا الموضوع لكن هذا لا معنى له من دون البوابة والإجازة وجواز الدخول هذا المعنى لا بد أن يعيش في عقولكم وقلوبكم من أن فاطمة إمام الأئمة حجة مطلقة من أنها آية الله العظمى وليس أولئك المسخرة آية الله العظمى فاطمة وآل فاطمة وليس أولئك المسخرة بهذه العقيدة تدركون فضل ليلة القادر وتوجه إلى إمامكم أن يوفقكم لمعرفته وخدمته لا يوجد شيء في حياتنا يكون نافعا لنا في الدنيا وفي الدين وعند موتنا وبعد موتنا وفي القيامة لا يوجد شيء ينفعنا إلا أن نعرف إمام زماننا وأن نوفق لخدمته وهذا ما هو بأيدينا توجه إلى إمام زمانكم في ليلة القدر وأن تكون عقولكم وقلوبكم مملوئة بهذه العقيدة من أن فاطمة إمام الأئمة ومن أنها حجة الله المطلقة ومن أنها آية الله العظمى الحقيقية ومن أنها القيمة على ديننا وعلينا ومن أن الدين دينها القرآن يصرح بهذا وذلك دين القيمة مثل ما جاء في سورة البينة أتمنى أن تنتفع من هذه التذكرة كما أتمنى أن أنتفع أنا من هذه التذكرة فهذه تذكرة لنفسي أولا ولكم ثانيا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن الطوسيين عن مراجع النجف وكربلاء بتريون هم هم وهواهم وهواهم بتري وهذا هو الفارق فيما بيننا وبينهم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر